السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المطبخ باله انا معمونة هقدم لكم النهاردة طريقة الحليب المحلل مكسف شايفين شكله؟ خطير في دقيقتين اتنين بس هتقدر انك انت تتحضريه باسهل واسرع طريقة تعالوا نشوف المأدير وطريقة التحضير هنا معايا اول حاجة في المكون معايا مياه سخنة بتغلي ودي حوالي يعني تلت الكوباية بالضبط من المياه اللي بتغلي هنا معايا بقى كوباية مليانة ممتلئة بنفس الشكل كده من اللبن البودر معايا هنا ربع كوباية من الزبدة السايحة المأس كله في الكوبايات موحد معايا هنا كوباية الا ربع من السكر البودر تحطي السكر كده وتغبطي كوباية خطتين لتحت بدون ما تضغطيه بالمعلقة هنا بقى التحضير معايا اول حاجة حط المياه والسمنة او الزبدة اللي معايا واللبن والسكر تقدر انك انت تعملي الخطوة دي بالمضرب اليدوي او في الخلاط او بالمكسر برحتك خالص اهم حاجة انك انت تتوب المكونات كلها مع بعضها هم تضمن ان ما فيش اي تكاتل من السكر او اللبن البودر هواصل الضرب كده حوالي دقيقتين اتنين بالزبط القوام معانا بيبقى تقيل مش خفيف ده قوامه شايفين شكله كمان لو دخل التلاجة بيبقى تقيل قوام بتاعه تقيل اتقل من كده ليه استخدامات كتير قوي في الحلويات تقدر انك انت يدخليه في التشيس كيك في الايس كريم حاجات كتيرة جدا بيدخلها الحليب المحلى المكسر بكده انا خلصت وخلاص يعني حاجة جميلة بجد وتفتح النفس يعني مفيش بعد كده خطير دي طريقة النهاردة في التقديم يا رب تكون عجبتكم لو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وكمان اللايكات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحياتي من النحال اشتركوا في القناة